اشتركوا في القناة خبث الملك خبثت جنوده فكما ان الرفق واللين في القلب فالقصوى ايضا في القلب وكما ان الايمان في القلب فالكفر والفسوق في القلب واحنا بنحاول نفهم القلب يا ترى ايه سبب تحول القلب من الرق واللين الى القصوى وسبب تحول القلب من الايمان الى الفسوق والكفر ولماذا اشار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الى القلب وقال التقوى ها هنا وازاي ممكن قصوة القلب في يوم من الأيام تتحول إلى قصوة الحجارة بل أشد قصوة من الحجارة عالم الجماد ليه قوانين لا يعلمها إلا الله فهو دائم التسبيح لله قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولما عرض الله عز وجل الأمان على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وأخبرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الجبل يحب قال عن جبل أحد هذا جبل يحبنا ونحبه وذات مرة لما صعد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه إلى جبل حراء تحرك الجبل فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ورغم أن الله عز وجل أنعم على بني إسرائيل بالنعم العظيمة زي المن والسلوى والمعجزات الباهرة زي إحياء الموتة إلا أنه طال عليهم الأمد فقصت قلوبهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبق من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ولكنكم لم تنتفعوا يا بني إسرائيل بكل هذه النعم والمعجزات فاشتدت قلوبكم وغلظت فلما طال عليكم الأمد وتركتم التوراة صارت قلوبكم صماء مثل الحجارة بل أشد غلظة من الحجارة فرغم قصوة الحجارة الظاهرة فإن منها ما يتسع وينفرج فتنصب منه الماء صبة وتكون الأنهار الجارية وهناك من الحجارة ما يتصدع وينشق فتخرج منه المياه مكونة العيون والينابيع وإن من الحجارة ما يتهاوى ويسقط من قمم الجبال من خشية الله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون فالله محيط بكل شيء الدكتور زغلول النجار بيأكد لنا أن في حالة مرضية للقلب تسمى ستون هارت أو القلب الحجري اللي فيها القلب لا يستطيع أن يضخ الدم علماء التفسير قالونا أن أوليها ثلاث احتمالات أول احتمال أن هي بمعنى حرف العطف و فتصبح فهي كالحجارة وأشد قصوة وهناك من علماء التفسير من رجح أن يكون معناها بل فتصبح فهي كالحجارة بل أشد قصوة وآخر مجموع من مفسرين قالوا أن أولي تفيد التنويع فبني إسرائيل يختلفون هناك من قلوبهم قاسية وهناك من قلوبهم أشد قصوة وسبقوا أن رأى بني إسرائيل سيدنا موسى عليه السلام وهو يضرب الحجارة بالعصى فانفجرت منه 12 عين جزاكم الله خيرا اشتركوا في القناة